مع تلاشئ واندثار الكثير من العادات والتقاليد التراثية التي كانت تمثل جزءا من الموروث الثقافي والاجتماعي في إحياء ليالي رمضان خلال العقد والسنين الخالية بمحافظة شبوة وفي محاولة لسد الفراغ وردم الفجوة التي أحدث اختفاء مثل هكذا عادات والتقاليد مع متغيرات العصر بدأ مكتب الثقافة بالمحافظة في إحياء موسيات رمضانية الثقافية من ضمنها إطلاق مسابقات فنية للمنشدين للمنافسة على خطف لقب مينشد شبوة لهذا العام اليوم بدأنا مرحلة الدور الثاني المرحلة الدور الستعشر من مينشد شبوة وظهرت صوات جديدة في محافظة شبوة أول مرة ظهر مميزة وشترتها تنافس جديد من مميزات هذه البرنامج وهذا المسابقة أنها تكون فيها تقديد لتراث ربما أصبح قريبا للاندثار وهذا الأهم وميزاتها أيضا من مخرجات هذه المسابقة أنها ستظهر لدينا فنانين ومشدين جديد في محافظة شبوة وإلى وقتا قريب كانت مناطق ومديريات محافظة شبوة تتميز بإحياء ليالي شهر رمضان بإقامة السمرات الشعبية على مستوى القراء والعزل والإحياء السكنية من خلال إقامة الألعاب الشعبية وصرد الحكايات والقصص المعبرة والتباري في الألغاز إلا أن هذه العادات أنقرضت في أغلب مناطق المحافظة محافظة شبوة يتنوع فيها الموروث الشعبي ولسيمة في شهر رمضان المبارك حيث كان كبار سن يقضون لياليهم الرمضانية في جلسات مع بعض في المدن أو في القراءة أو في الأرياف حيث يتناولون في جلساتهم هذا القصص والأحاكي والألغاز ويننبون من خلالها القدرات اللفظية لدى أبنائهم وأيضا يتناولون قصص تاريخية من أمياد آبائهم وأيضا الشباب يقومون ببعض الألعاب الرياضية والفكرية التي تنمي لديهم المواهب غير أن هذه العادات والتقاليد تلاشت في وقتنا الراهن حيث حلت محلها التكنولوجيا وصار الشخص يعيش في عالمها الخاص وغير أن مكتب الثقافة في محافظة شبوة بدأ يقيم بعض الأمسيات الشبابية وأنا تمنى أن تكون هذه الأمسيات تلامس الموروث الثقافي القديم لمحافظة شبوة يقول مختصون أن عصر التكنولوجيا وثورة الاتصالات التي طرأت على العصر لعبت دورا سلبيا في إنقراض وتدمير وإندثار الكثير من العادات والتقاليد الرمضانية العريقة التي كان يعتادها الأهالي والتي كانت تمثل جزءا من طقوس الشر الكريم وروحانيته وتمنحه إيقاعات منه طابعا خاصا زبين عطية أن يمن اليوم محافظة شبوة ترجمة نانسي قنقر